مرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور تعالوا كده ازاي تدخل البيت او تبقى قاعد فيه وانت نفسيتك هادية ومسترايح يعني ايه ما كلنا منرتاح في بيوت لا في ناس تدخل البيت تتعصب وتتكهرب تقولك انا مبلقيش راحتي في البيت وتدور انها تنزل تقعد في اي حتة برة تبقى مرتاحة الولد ولا البنت لو بيذكر عند واحد صاحب ولا عند واحدة صاحبتها يبقى مرتاح الراجل ينزل يقعد على القهوة اكتر ما يقعد في البيت يبقى مرتاح ليه عشان فيه بيت مش نظيف فيه بيت مليان كراكيب اي حاجة تدخل اسند 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 جنب ده حتى لو متنظفها يعني مش رازت بحاجات مش نظيفة بس ان انا مش مرتب عمالها زحمة هنا والبالكونة اقولك نفس اطلعقف في البالكونة اشرب كباية شاي بالكونة مليانة كراكيب وحاجات قديمة وشونة قديمة والخزين تأتيجي تقول لي واحد ما تحط كده لسه كنت بقول في الفاصل ما نحط كده معطر جو ولا يبقى عندنا شاب بلاش بلاش شمعش محدش يقول لي دي رفاهية انتوا فاضين انتوا معايك فلوس هي القضية مش كده ايه الحاجات البسيطة اللي ممكن تخليك وانت جو بيتك مرتاح ومبسوط ونفسيتك هادية تقول لنا بقى ممكن نعمل ده ازاي دكتور ولاي أعوى الدكتورة في الصحة النفسية ومدربة التنمية البشرية وصباح الفلاء دكتور سوح الورد عالي يا دكتورة سواني ماذا شماش يا دكتورة وانت تحط الشمع في البلكونة؟ لا لا انا افتقر تحط الشمع في البلكونة لا انا قلت البلكونة عشان دائما فيه دولاب خزين في البلكونة وساعة من غير دولاب بصل وطوم طبعا نودي التن فين؟ ما حدش بنشف بصل وطوم دلوقتي البصل غالي دكتورة انا عايز بس الاول اسأل ايه حرك دكتورة الصحة النفسية ايه الصحة يعني ايه الفارق بين الصحة النفسية وان انا اقول مثلا طبيب امراض نفسية ايه الفارق بينهم؟ اولا طبيب الامراض النفسية ده خليج كله الطب بقسم يعني امراض نفسية وعصبية ده بيبقى متخصص في علاج التربات بتاعة المضطربين او المرضى بشكل صريح طيب ايه قصة الصحة النفسية ده؟ الصحة النفسية ده قسم في كلية التربية احنا بناخد دكتورة منه يعني انا تخصصي علم نفسه اساسا من وانا في الكلية العادية في كلية التربية برضو احنا بقى ازاي احنا كسلام يعني الصحة نفسية ده بتاعة الناس الطبعيين اللي عندهم التربات بسيطة زي الاحباط الزعل القلق حاجات بسيطة كده لطيفة ازاي بقى نخليهم في احلى حالاتهم النفسية هو ده دكتور الصحة النفسية بيبقى واخد دكتورة من كلية التربية ازاي استاذ اسحاق يبقى في احلى احواله يعني انا مثلا تخصصي علم نفسه اداري يعني انا متخصصة اكتر في مجال حضرتك جوال عمل اه مجالي جوال عمل ازاي بقى مبسوط فيه؟ اه يعني يبقى مبسوط جوال شو؟ لا انا محتاجك بعد الهواء ضغوط العمل بقى او ازمات العمل والحاجات العميلة ايه هو عنده ازمة معي مبسوطة ايه بقى عاملالي مشاكل لو انا تكلمت ما حالك تتحل حاضر اقول لها حالك الحال ان شاء الله بس بتاع الصحة النفسية ده بتاع السلام بتاع السلام بتاع السلام ده اللي عايزين نلفت اللي انتباه لي احنا بتوع كلية التربية بتوع السلام بس خلاص بما ان ان احنا كلنا سلام ايه اللي بعصدنا جوالبيت يعني ليه في واحد من اول ما يضرب المفتاح في الباب ويدخل يبقى متكهرب كده ومتوتر ويبقى عايز يجري ويسيب البيت ويمشي اولا فكرة البيت البيت ده النصف الاخر في الحياة يعني فكرة ان انا برجع بقى من الشغل بكل ضغوط واختلافاتي مع الاخرين والازمات طول النهار في العلاقات وفي التعاملات حد قال لي كلمة مدايقاني قوي تخالي بقى لو انا دخل البيت كده وسبت كل حاجة برا وبفتح الباب كده وداخل ولاقي بيت بقى يعني مش المقلوب انه يبقى جميل او واو او فيه احلى فرش او فيه فرش جديد مش ده المقلوب على الاطلاق ممكن بابسط الامور وبابسط التصرفات يبقى البيت ده هادي مكان للسكينة والهدوء اولا الكراكيب لدي تخالي الكراكيب دي بتأثر على صحياتنا النفسية ازاي الزحمة يا فكرة انه يبقى كل الاماكن حوالي انا مش عارف اقعد اساسا لانه كل الحاجات مزحامة جنب بعضيها البلكونة وقصة البلكونة هنحكي فيها يعني اولا البلكونة دي المفترض انه هو الربع ساعة في نهاية اليوم اللي انا بقعد اشرف فيهم حاجة سخنة انسى فيها العالم بقى طب تخالي لو مفيش المكان ده او لو انا قاعد وحوالي مثلا اللي هو مش عارف اساسا يعني اخد لنفسي خمسة سنتي قاعد فيهم ليه ليه بنعمل كده في نفسنا حتى لما جينا نبني البيوت بتاعتنا في اخر تلاتين سنة في مصر مرعناش حتى فكرة البلكونة دي تبقى مكان لطيف احنا بنينا في شارع اثنين متر عمرات اثناشر دور فاصبحت البلكونة فوش البلكونة فالناس بطلت يعني انت اطلع البلكونة انا معك انا معك انا معك اللي فوشوه بص حضرتك طبعا في ستاير يعني في فكرة السطارة اللي هي لو المسافة قريبة قوي بزيادة ممكن نستعيد عن ده او نعوضه بفكرة السطارة هي مجرد فكرة نفسية يعني هي فكرة ان انا البلكونة مش طالع بص على النيل او طالع مش دي قصة ايه القصة ان انا اكسب نفسي فكرة ان انا عامل لنفسي عشر دقايق في يوم او ربع ساعة اه انا قاعد في يوم بسترخي نفسيا ورى الحيطان يعني بقى في الهوى كده بالضبط ان انا ابقى وزي ما قلت لحضرتك ممكن نستعيد عن دي المسافة ده او ان انا مدايق شجاري او هو ما يدايقنيش باختراق الخصوصية ان انا هحط السطارة بسيطة فكرة الكراكيب لا تتخيل حضرتك فكرة دي المكان اللي انت المفترض انك بترتاح فيه اللي هو البيت هتقولولي طب نودي الكراكيب فين ايه المانع ان انا يبقى عندي فكرة بديلة انا الحاجة دي انا مش محتاجها دلوقتي المانع ان انا اتبرع بيها لحد اقل مني في المستوى منها هو يستفيد وينبسط خلي بالك اي مساعدة بتبعث في النفس البشري حالة من حالات الود والجمال الداخلي لا تتخيله بدييني الحاجات القديمة دي ساعات ما نبقى عارفين نفسها انها ما تنفعش نستخدمها تاني مش بس عشان هي تنفع فانا اروح اتبرع بيها يعني بقى من سنة للسنة واحنا بنتشيل الحاجة والصفي والشتوي ونرتب اكتشف ان الحاجة دي يقول يمكن تنفع خسارة رميها تفضل بقى خسارة ده تحت السرير كراكيب فوق الدولاب كراكيب في الأسرع الصحة نفسية جدا جدا وبيحسس الانسان بالضيء وبالخانقة وبيحسس الانسان عارفة الكراكيب اللي برا دي بتنتقل الى الداخل بتحس ان في حاجات جواك كده كراكيب جوايا اه والله يتحس ان انت كده مضطربة زهقانة ملانة عنديك حالة من حالات الملل طب ليه؟ ليه بنعمل كده؟ بس ان معظم الشواء بتبقى صغيرة فأقل الكراكيب بتبهدل على فكرة بقى موضوع الشواء الصغيرة دي احنا بنوعه متفرج على الصفحات اللي بتعمل ديكور وحاجات يعني او على برا مصر اللي بيبقى عايشين في حاجات صغيرة تلاقيها جميلة ومرتبة استغرب مقسمينها كده ازاي؟ لا لا مش بس مقسمينها ازاي هم العفش ازاي احنا بنبقى الشقة صغيرة ويشترت ومش عارف السرير قويمة عاملة ازاي والصفرة عملت ايه حاجات ضخمة على اماكن صغيرة الحاجات الضخمة دي في حد ذاتها انا مش ضدها يعني لو انت هتبقى مرتاح نفسيا وانت بتنقيها وده اختيارك لو المساحة تسمع طيب انا جبتها اريدي خلاص انا جبتها وطلعت كبيرة شوية وغلسة مش احط جنبها كراكيب كمان يعني كفاية قوي ان انا خلاص اخترت بزوئي بعيد عن مراعاة المسافات ايه كفاية علي قوي كده ما يبقاش غلط مضاعف ان انا اجيب كمان حاجات بتحسسني بديء وبخن اوه وبتحسسني ان انا مش مبسوط كنت بسعى حركة قبل الهواء على فكرة النظافة مش بتكلم عن الناس اللي عندهم فوبيا النظافة الهوس الهوس ده عشان دول بمتعبين جدا لنفسهم وليه نحن وليه غيرهم كلهم ولله لكن فكرة وجود كنت بقول لحركة انا مجرد ما بشيل شنطة الزبالة ورميها برا البيت ارتياح ده حاجة جميلة طبعا ومعرفش مبسوط ليه بس ايه بقيت عادة يعني بتخلي الصحة نفسية جميلة جدا للانسان وده انا حكيت لحضرتك عليه قبل الهواء العلاج بالتنظيف دي دراسات جديدة عملت اثبتت ايه الدراسات دي اثبتت ان اكتر من 27% من الناس الحريصة على التنظيف ده تحس انها نفسيا حلوة جدا ودرجة صحتها النفسية عالية قوي قوي اقول لحضرتك ازاي فكرة ان انا اخش فكر زمان لما كنا نقول ايه انت متضايق كل العلوم الصحة نفسية بتكلمني في الحتة دي انت متضايق متعودش في مكانك قوم اعمل حركة اتمشى اعمل يوجا اعمل اي حركة بجسمك متعودش في نفس المكان انتقل لمكان تاني انزل امشي في الشارع طب تيجي نعمل الكلام ده في البيت ازاي بقى ازاي ان انا اخش انا متضايق النهاردة من الشغل ومليش نفصل اي حاجة ايه رأيوك هؤولاد تيجوا نعمل شوية تعديلات كده ونجيب ده هنا نجيب الكنبة دي هنا نجيب مش عارف ايه وبالمرة ننظف كده يلا نعمل سوا كل واحد يعمل قدت ونشوف مين في نايب نرتب المكتب نرتب المكتب نرتب الحاجات بتاعتنا الصغيرة لا تتخيل اولا حركتك دي بتساعد قد ايه في صحتك النفسية النظافة اللي حضرتك قلتها برضو فكرة ان انا شلت من بيتي الحاجات اللي مش حلوة وان انا بيتي دلوقتي احساسا ومضيف شوف بتقول بيديك ايه راحة نفسية حتى انا قلت الحركة انا بالعب نفس الدور حتى تبقى وافى في المطبخ بقى تقولوا انت انا هعمل لكوا اكلة حلوة لما يبقى المطبخ رايق تبقى وافى حتى بتعمل الاكل بنفسه بما زيك لكن هي ده مش نديف والحلة دي مش عارفة عاملة شكلها زيه بتبقى وافى متعصبة جوه المطبخ طب انا عندي لغز يعني برضو عايزة تراحل لحضرتك اوقات ادخل البيت فخم جدا وغالي جدا حس من قلب مقبوط وادخل البيت فقير جدا بسيط جدا اوضة وصالة في دور ارض حتى ما عندهمش البلكونة حس براحة نفسيا حس براحة التكلف ضد الصحة النفسية التكلف اللي حضرتك بتشوفه في فخامة البيت الكبير الضخم اللي انا قبطت فيه نفسيا او ما حسيتش براحة التكلف ضد راحة النفس خد التكلف على الرغم ان انت ممكن تخش الشقة بسيطة جدا بس رحتها جميلة وصحابها كده تحسهم رغم بساطة لبسهم بس فينا اضافة كده وجمال ده الهدوء النفسي عشان كده فيه ناس مثلا تبقى سكنة في بيت ضخم ولا فيلا وبعدين تشتاق اليوم تقول انا هبات في بيت بابا ولا ماما فما ترجع للشقة الصغيرة ترابط فيها تقول حسة كده بهدوء لانها بتبعد عن التكلف اللي هي حسة ان هي حطت نفسها في قولبة فيه ورجعت تاني للبساطة الذكريات الحلوة العلاج بالنظافة شيء رائع يعني وانا بقرع عنه الحقيقة وعجبت جدا بالدراسات اللي اتعاملت فيه وحسيت قد ايه بتحسن في الصحة النفسية ريحة الجميلة وانت داخل البيت اتحدى نفسك يعني احنا عايزين ندعو كل السادة المشاهدين اتحدى نفسك انا صحيح مدايقاني حاجات كتير في الشارع والبيت والشغل وحاجات كتير قوي بس البيت انت بتلعب فيه دور البطولة انت القائد فيه اكيدا لكلام حضرتك في واحد سيوى عندنا في مصر في بيوت معمولة عشان الاجانب ييجوا من اخر بلاد العالم ويسكنوها ويفاش حاجة بالزبط البيت ما فيهوش عبارة عن راملة كده وبتاعه شوية توب بس نضيف طبعا لو حضرتك سافرت اصوان كمان هتلاقي حاجة اسمها سهل سهل ايه؟ سهل حتة مخصوص للسياح البيوت اللي مرسومة كلها الوان لطيفة وحلوة كده روعة بص البساطة بص البساطة البساطة وجمال وكل حاجة بص قد ايه بنجري نتصور جنب البساطة والحاجات الجميلة وده اكبر دليل ان النفس البشرية البساطة بتسعيدها جدا جدا لما بنسافر في اي مصيف او حاجة وندخل القوضة بتاعت الفندق بيشو عاملين فيها الوان فبيبقى لون واحد كلها ابيض والستاير مثلا ابيض الدنيا هادية الوان هادية مفيش المليات بتاعت السرير اللي فيها الورد والاحمر والاغض ده بيعصب برضو يعني كل الالوان كانت بسيطة ومفيش كراكيب وده حتة مهمة جدا يعني هو يدوب القوضة مرسومة في حاجة تحط عليها حاجتك الميزة برضو ان احنا بنعمل كراكيب بيجي حد إن شاء الله لا لا احنا اللي بنعمل اديك الكراكيب طب جنب الكراكيب خلاص فواحد يبقى داخل شايف الدنيا كده وبعدين ندخل يلاقي مراته مستنياة بدل ما مستنياة حمد الله على السلامة ومروقة وملمعة وعملة ريحة حلوة في البيت شفت ابنك عمله في المدرسة شفت ده ضارب زميل ومدرسة النهاردة بعتها تشتكي منه انت لازم تروح تشوق ونبتدي بقى الحوار طب يا ست سمين ياخد نفسي طب غير هدومي طب يا كل لقم اما جدا عايزين بيسيبهم ويمتشين عليها حقيقة او يبيدخل يقف الباب القضى عليه وينام شارس اسمها حاجة ايو الحوارات اللي في غير وقتها او محلها دين اتعامل معها ازاي ننسحب منها يعني اولا انا بدعو كل الامات اللي تعبنين في حياتهم معنا وده حقهم وخاصة لو ام عاملة انا اشفق عليها جدا جدا وانا واحدة منهم يعني انا واحدة منهم اشفق جدا عليها انا هيزاكي انت اللي تسعدي نفسك ما تستنيش حد يسعدي ازاي بقى؟ تعملي سيستم لحياتك اولا لما تخش البيت انا متعصبة من المدير بتاعي من زميلي من موقف كانت سقف توقعاتي فيه اعلى من الواقع اوركي ده طبيعي جدا وطبيعي ان احنا كلنا بنزعل وهي الحقيقة كده احنا مش في الجنة على فكرة احنا على الارض ايه يبقى بداية انا اقتنع بالفكرة خلاص انا دخل اهو من البيت فتحت باب الشقة دخلت ابتدت اغير هدومي بهدوء لو حد قال لي كلمة في الولاد استفزتني برضو انا عمالة ايه بسكي نفسك انا بتجاهل وخلاص انا هغير هدومي هبتدي بقى في حالة من حالات الهدوء هنتغدى كذا النهاردة لو انا محضرها من قبلها لو انا دخلة مع الزوج هقوله اديني مثلا ساعة او نص ساعة كده على ما ابتدي ازبط هنبتدي بقى نرتب حاجات بسيطة نخش المطبخ نجهز الادوات بتاعتنا فكرة ان انا اخش في المشاكل بشكل مباشر ده شيء صادم نتيجه ضعيفة جدا جدا على عكس ما انت عايزة تحل المشكلة بسرعة فيه شخصيات واحنا بندي تحليل الشخصية بنقول عليها شخصيات سخنة شوية بمعنى انها عايزة تواجه كل مشاكلها بسرعة شديدة يعني لو فكرة انا عندي مشكلة حالا عايزة حلا حالا عايزين نقول لها عايزين نقول لها اعمل استريتشنج لشخصيتك شوية بمعنى ان انت تشوفي ان تعبيرك السريع عن المشكلة ده ممكن يجيب نتيجة عكسية هونت مش حاسس بيا ما هونت برا طول اليوم هونت مش عارف ولادك عمله فئة هو انت عندك كل الحق انا ده اللي عايزة اقوله الاستخدام انا معايا والله وكلنا متعطفين بس تختاري الوقت امتى وازاي تقولي يعني عشان انا دلوتي جربت الموضوع ده كتير وخسرت طب من غير سياستنا زكاء الانسان انه المشكلة اللي يقع فيها النهاردة وبكرة وبعده بلاش الاسبوع الجاي قرر نفس السلوكيات اللي هتدخله في نفس المشاكل ازاي انا اقنع نفسي ان انا مثلا كبابا مثلا ان انا اكون حاجة كويسة في البيت يعني يعني في بابا بيدخل الايال اللي عودوا يجروا بابا جيه بابا جيه وبتاعه احضان وفي بابا بيخش كلها استخبه بابا اول ما بيسمعوا صوت المفاتيح بيستخبه وبيدخله تحت السجالة حلو جدا الجزئية اللي حضرتك بتشير اليها المعروف في كل البيوت المصرية ان الامة صوتها عالي شوية في الواجب صوتها عالي في النظافة صوتها عالي في حرصها سيب التليفون ويقعد معايا شوية سيب التليفون اللي في ايدي صح جدا والصوت العالي مش دليل انها شريرة ولا اي كلام من ده خالص اي شخصية المفترض انها عاطفية فدايما عندها حدية في التعبير عندها الاب بقى الاب طول حياته كان اللي جاي من بره البنبوناية بقى اللي داخله يعني انا عايزة الفت لانتباه ان الكلام ده تغير خالص نتمنى من كل الابهات اللي بتسمعنا دلوقتي الله يخليك العب دورك في الصحة النفسية في المنزل بمعنى الست دي حتى لو موظفة زياء يعني لو بتشتغل زيها زيك هي عليها اعباء زيادة عنك كتير وده عايزين نعترف بيه لان هي هتخش المطبخ وحضرتك هتخش تغير هدومك صح وتنم ترتاح على ما الاكل يجهز هي بتلعب في دور برضو البطولة طيب كل الاعباء دي ما تخلكش انت تتعاطف معا شوية يعني اصعدها ولو بابتسامة ولو بالامتصاص يعني هي غطبانة جدا جدا طيب بس حبيبتي انت شوفي هتعملي الاكل او كده وهنتناقش في الموضوع على الغداء كده انا وانت والولاد هنشوف الموضوع سبيلي اللي قال انا هقنعهم سبيهم لي انا هحل الموضوع ده انتي اهدي شوية فيها ايه يعني فيها اما الاب يبقى مراعي فكرة ان هي اعباءها اكتر منه شوية او المسئوليات اللي عليها اكبر منه شوية فهو يلعب بقى الدور الحقيقي باقى استاذ اسحاء انه هو يخش من الباب اللي هو فكرة انا هادي عارف انت وانت ماشي تقول انا هادي يعني انا مش ناوي اخش فيها ساعة الزوجة دكتورة بيعمله ايه هي عايزة تثبت او عايزة تثبت له انها بتتعب اكتر منه انها بتتعب اكتر منه وانها لو بتشتغل فهي جات وعملت الاكل وبتعب وعملت وذكرت للعيال وبتعب وهو بيجي عايز يقول انا شقيان طول اليوم وطلعت من شغلانا لشغلانا فكل عايزين نعلي على بعض فبنغبط في بعض دي دي جزئية مهمة جدا جدا عايزين نشير ليها انت ما يعني فكرة ان انت طول الوقت عايز تعلي على اللي قدامك او تحسسه انا كلمتي اهم انا تعبي اكتر انا مجهودي اكبر ده بيدمر الصحة النفسية في المنزل انا بعمل كده لما مش بلاقيه متقدر يعني هو لما بيحس انه هم مش شايفين تعبوا انتو مش عارفين انا بتعب قد ايه بره فبتدي يعلي وهي لما بتحس انه هو طول اليوم بره فانت مش شايف انا بعمل ايه بره وجوه فعايز اتعلي فهي انا محتاج كل طرف يحس ان التاني بيتعب بالزبط مجتمع بقى كله بكل فئاته under stress علي جدا 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 فعايزين نتفق ان حضرتك عندك ضغوط وانا عندي ضغوط وحضرتك عندك ضغوط يبقى احنا نتعامل بفكرة كلنا موجوعين زكاء الانسان اللي فينا الكويس اللي يقدر يمتص ضغوط الاخر مش اللي بيعلي على الاخر ونرجع بقى الهدفنا الرئيسي واحنا المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة علشان نبقى ناس كويسة في بيتنا وفي شغلنا وفي كل الاماكن يبقى الانسان اللي هيتحمل اكتر ويبقى ايجابي اكتر هو اللي بيحقق هدفه اكتر من الحياة لو كلنا رجعنا للهدف وعملنا رفريش كده لأفكارنا وقعدنا مع نفسنا شوية انا صحتي النفسية فين صحتي النفسية في فكرة ان انا اقدر دوري الحقيقي مع ربنا سبحانه وتعالى اللي نزلني الارض عشان اصلح فيها في كل مناحي الحياة مش فكرة ان انا اخش في صدام مباشر مع الشخصية التانية وزيح عليه كل ضغوطي وفكرة الازاحة دي عايزين نشير ليها بشكل كبير قوي ان انت دخل البيت عايز تعمل ازاحة طب البيت مش جاهز لده البيت فيه ضغوطه وفيه مشاكله سواء كنتي ام او اب مش المفترض انك تخش من البيت تزعق او انت تزعقي او طيب لو انا لقيت الطرف التاني كده طب ما انا اتراجع شوية يعني لو لقيت حضرتك داخلها النهاردة متعصبة شوية حصل اي موقف في الشغل مدايق فيها ايه انا كزوج امتص ده على السبيل الاخر الاسبوع الجاي انا هاجي في ضغط تاني انا كزوج وحضرتك هتعملي ايه الاسبوع اللي فات هو انا لما كنت زعلانة الحقيقة كانت عملوا مع الموقف حلو قوي نشيل بعض يعني دي بقى الحتة اللي انا عايزة ادعو كل الناس اللي بتشوفنا خد بالك من الموضوع ده خليك انت الاحسن ابتدي بنفسك ما تستنيش دايما التاني هو اللي يبقى الاحسن طب انا فين ما لو انا عايزة بقى البطل الحقيقي او او اقول ان انا كويس الحقيقي طب ما اعمل دبت السلوكياتي بتصرفاتي ان انا ابقى مثل حي على قد ما انا مضغوط بس هبتسم هتحدى نفسي وهتحدى الضغط اللي انت بتزيحه علي او هعمل ايه هقبلك بمنتاله دوء انا بقى على فكرة مش هتخانق معاك يعني بقدر الامكان نقدر نعمل ده اه بس هو كل واحد عايز يبقى عارف التاني ايه اللي بيبسطه ويخليه يبقى هاته يعني لو الست عارفة ان الراجل بيحب البيت يبقى مترتب يبقى شكله حلو يبقى رحته حلوة يبقى انت شكلك حلو يبقى انا هعمل ده هو لازم يفهم هي محتاج ايه محتاجة اول ما تدخل ما تدخلش بزعميبك وبعصبيتك وتبقى هاته تقولها كلمة حلوة يعني سلام عليكم مساء الخير ايوه اي حاجة حلوة كلمة لطيفة احنا مش عايزين قصائة حب لان الحياة ما بقتش سامحة بهذا ال كلمة طيبة بلاش قصائة حب كلمة طيبة كلمة طيبة هي دي اللي احنا عايزين نقول عليها ارمي مساء الخير كده بالراحة بهدوء بجمال بابتسامة متحديا لكل دغوتي انت كمان كزوجة والله انا متعاطفة اسمحلي يا استاذ اسحاء نتعاطف شوية مع السيدات اكتر خاصة العاملات وبقت نسبتهم كبيرة قوي هي بتلعب عشرين دور في دور واحد او في كيان واحد هو اللي بيلعب كل الادوار دي نتعاطف معها شوية هي كمان قدرتها النفسية ضعيفة عن الرجل شوية احنا بندعو لكل الابتسامة اذا نستحمل بعض ونشيل بعض ونخلي البيت المكان الحلو ونشيل بعض بشكل معناوي او بشكل مادي برضه مفيش مشكلة تشارك حاجة جميلة والبيت حاجة اجمل بندعو كل استاذ المشاهدين بيتنا ده احنا بنلعب فيه دور البطولة احنا المديرين فيه لازم نبقى مديرين نكحين ويبقى بيتنا جميل ورحته جميلة وشكله جميل نفسيا ومعنويا وماديا دايما وجودك يا دكتورة مصدر الحياة للتفاؤل معنا بشارك عوض الدكتورة في الصحة النفسية ومدربي التنمية بشاريه نورتينا جدا نورتينا جدا شكرا لك ونشكر حضراتكم جدا على حسن ومتابعياتكم لنا في حلقة النهاردة بكرة اجازة وان شاء الله يوم السبت نلتقي معكم حلقة جديدة وصباح جديد من صباح النور ويومكم جميل صباح الفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة